هيهات أنتم حسنون من ذاكرة العراقيين يوم مجزرة العامرية مساء دموي قضاه أهل بغداد والعامرية خصوصا حينها كانت بغداد كلها في مأتم تدفن ضحاياها بصمت وألم دون أن تعلم أن القاتل سيكون يوما ما مقررا مصيرها ناهبا لثرواتها مقطعا لأوصالها يوم الثالث عشر من شباط يعود بالذاكرة إلى سبعة وعشرين عاما مضت على حدوث مأساة إنسانية راح ضحيتها أكثر من أربعمائة مواطن عراقي حرقا في ملجأ العامرية في بغداد كانت توقيع توقيع المجزرة أعني بطائرات أمريكية أغارت على بغداد وألقت حمم حقدها على المدنيين إبان حرب الخليج الثانية لتكون بذلك فاتحة عهدها الدموي ببغداد والعراق كله الذي ظل شاهدا على مجازر متكررة في كل يوم من أيام الاحتلال الأمريكي للعراق يتذكر العراقيون هذا اليوم من كل عام متراحمين على أرواح من قضوا في تلك المجزرة التي اعتبرت حينها وبحسب وصف العراقيين جريمة العصر ترجمة نانسي قنقر